وغير دستوري لا أظن ليس بهذا النص بهذا النص آخر يجب أن نقشون الأصل بأن هناك ملاحظات على هذا القرار ويحتاج إلى أن نطلع على حيثياته بس إحنا نقول الإجراءات يجب أن تكون خاضعة للدستور خاضعة للقانون من حقنا بالطبع أي إجراء قانوني من حقنا للناقشة بس إحنا نقول نحترم القرارات القضائية وبالأخير نهاية المطاف راح يلتزم به الكل يلتزمون بهذه القرارات لأن القضاء بالأخير هو الفصل بس راح نتبع أساليب ووسائل قضائية ودستورية في الاقتراض كذلك طيب الآن عندما جاء بايدن إلى العراق وطرح موضوع تأجيل الأمر برمته إلى ما بعد الانتخابات في كان كثير تتذكر دكتور حيدر تصريحات أنه إحنا ما نسمح للجانب أنه يدخل بس بالتالي هذه مرؤية بايدن أنه يؤجل الموضوع شوفي إحنا خلينا نتكلم بكل صراحة تغييرات اللي حثت من عام 2003 إلى حد اليوم مسؤولة عنها الأمم المتحدة والعامل الرئيسي بها الولايات المتحدة الأمريكية وهذا نحن مختلفين عليه إلى حدثة هذا الموضوع دخل الآن العراق وما زال تحت البند السابع والبند السابع من ضمن أنه رعاية الوضع بالعراق وتنمية الوضع السياسي والمسيرة السياسية والاتفاقية الأمنية اللي يتفق عليها مصحوبة بوثيقة الإصلاح السياسي مند واضح بها المحافظة على الوضع الدماغ تسعى الولايات المتحدة الوضع الدمقراطي في كافة الطرق نعم ما زال أنا حقيقة أحب أن تنشأ الدمقراطية تحت أجواء سليمة وفعلا تتكون لدينا دمقراطية تحترم الرأي والرأي الآخر وهو أساس بناء المجتمعات وهذا الأساس اللي ردنا التغيير يعني التغيير ما كنت أريد شخصا ما يتغير حتى أنا أكون في مكان أو أكون في مجلس النواب أو هذا نحن ردنا أنه العراقيين يتمتعون في هذا المجال حتى يصير إبداع لأن بالقهر وباتجاه واحد خطأ لذلك تبادل ووجود حرية أحزاب حرية العمل هذه مؤسسات دمقراطية نحن لنبحث عنها فإذا المسؤولية الأخلاقية الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ تنسحب القوات المقاتلة مالتها في شهر الثماني الحكومة مؤلفة أيضا في هذا الوضع هل نؤخر الانتخابات؟ هذا أيضا رح يسوينا فراغ دستوري فلذلك كان دكتور حيدر يعني كان كثير كلام وانتقاد على موضوع أن بايدن يأتي برؤية ما لحل موضوع داخلي لكن بالتالي رؤية بايدن هي التي يعني فرضت نفسها بالتالي إلى أي مدى الجانب الأمريكي هو فعلا مؤثر وصاحب قرار في الساحة العراقية؟ بصراحة بعض التسريفات الصحفية سمعنا هذا الكلام ولكن بايدن طلع بالعنين وقال أنا لا جئت لا أتدخل في هذا الموضوع قال هذه الزيارة كانت مرتبة من السابق للتهيئة لانسحاب القوات الأمريكية وأنا لم أتدخل في هذا الموضوع لأنني أتدخل بالإعلام قاله وبالتالي أيضا في الخماعة للزراء طرح هذا الموضوع لم يطرحوا وقال أنا لم أأتي لهذه القضية وانت ذكرت أنه في ضغط على المحكمة تتوقع الضرب الأمريكي؟ لا لا الآن بايدن زيارة بايدن قبل فترة قبل ربما شهر أو أكثر ولكن نحكي الآن هناك كلام لا أقل من شهر هناك كلام الآن عشر تيام يمكن بس لا هناك كلام الآن ضغط على الهيئة القضائية أو التمييزية هناك كلام أنا لا أريد أن أتهم الهيئة التمييزية أن يترقوا هذا الإجراء القاضي أيضا يجب أن يفكر في مصلحة البلاد وينظر إلى النصوص القانونية والدستورية بس مصلحة البلاد القاضي صح يكون يفسرها بس أيضا السياسي إلى حق يفسر مصلحة البلاد القاضي فرقه عن السياسي أنه يعرف الدستور ويرعى في القانون ويجب أن يتم بالناحية القانونية والدستورية نعم لكن دكتور حيدر يقال أن هذه التصريحات بأنه لا نسمح للولايات المتحدة بالتدخل هي تصريحات شكلية وبالتالي فرضت الرؤية نفسها شون تعلق؟ ربما التقاء جانبين ربما الولايات المتحدة كان لا تريد مشاكل في العراق لأن تريد أن تسحب قواتها بالأخير وضمن تصورها لأنه علاقات مع أنظمة عربية معينة وبالتالي هناك ضغوطات على الولايات المتحدة بتجاهن معين بقبول نعم هناك من يقول لا بعض العراقيين يقولوا لا ظهر أنه الجانب الأمريكي يعرف مصلحة العراقي أكثر من الحكومة وأكثر من السلطة بالتالي حل الموضوع شون تعليقات؟ بالطبع دعنا ننظف بهذا الاتجاه إذا كان الجانب الأمريكي يدخل في الشأن العراقي من خلال بعض الجهات علينا أن نمنع هذه الجهات إذا كان أي طرف آخر إقليمي وخارجي يدخل في الشأن العراقي من خلال بعض الجهات علينا أن نمنع هذه الجهات لا نريد تدخل هذه الجهات في الشأن العراقي ربما بعضها يدخل من خلال بعض الأحساب من خلال بعض المؤسسات السياسية من خلال بعض المكونات المعينة هذا مرفوض من قبلنا نمنع التدخل كله إحنا لا نمنع التدخل من جانبنا ولكن إذا كان يتدخلون من جانب أطراف أخرى علينا أن نمنع ذلك وأن تكون هناك وعي شعبي بمنع ذلك هل هناك فعلا أطراف يحتويها الجانب الأمريكي في العراق؟ أنا أستغرب يعني إحنا بالحقيقة كنا من المعارضين على الاتفاق الأمنية وكنا ضد اتجاه موضوع بقاء الوصاية الأمريكية على العراق وهذا معروف توجهنا إحنا الحقيقة ومن وافقنا وافقنا من خلال أستاذ حيذر تطبيق شيء آخر مقترن ويها موضوع الإصلاح السياسي لو فعلا إحنا كملنا ورقة الإصلاح السياسي كان ما وصلنا إلى المأزق الآن اللي ربما تتدخل أمريكا لرعاية الوضع منها السياسيون يسمحون لأمريكا بالتدخل؟ أنا يعني حسب مثل ما قلت لك من الوثائق الرسمية اللي موجودة سواء البند السعب أو الاتفاقية الأمنية عندما ينهار الوضع الديمقراطي نص واضح تسعى الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على الوضع الديمقراطي في العراق يعني من الشريك يرى الديمقراطية وين تتأثر بشيء لو انقلاب عسكري بالداخل لو هجووا علينا من الخارج لو سياسيين يعملون في طريقة تخرب عمل الديمقراطية وهذا احنا بالآخر يالله وفقنا عنه على الساعات الأخيرة مريد التدخل الآن أصبح هو تدخل زين الأمريكان منه اللي جابهم على العراق هذه كل تقصاص منه جاب الأمريكان على العراق دكتور حيدة نفس السؤال نظام الباعت كان مسؤول عن مجيء الأمريكان للعراق لكن طلب منهم من قبل كل الموجودين تقريبا الآن بساحة السياسية نشترك في أي مؤتمر للمعارضة في خارج العراق قبل الحرب أو قبل الحرب برعاية أمريكية دعونا ورفضنا نحضر ولم نشترك بكل هذه المؤسسات نحن أصلا ضد كل هذه الإجراءات لكن هذا قرار أمريكي لكنكم بعدما سقط النظام أتيتم للعراق وأصبحتم سياسيون هذا بلدنا نحن لا نهرب من بلدنا بلدنا إذا كان قوات احتلال لا ندير ظهرنا إلى بلدنا باعتبار قوات احتلال يجب أن ننقذ بلدنا والحمد لله نجحنا لكن نزلت الرؤية الآن للسياسي العراقي المشارك بأنه أتى على ظهر دبابة أمريكية هذا العراقي يقول المواطن العراقي مو كل العراقي هذا جزء من العراقيين ينظرون إلى هذا الجانب بعض العراقيين ربما استففوا مع الجانب الأمريكي وجاءوا على ظهر دبابة بس أكثريت السياسيين لم يفعلوا ذلك هناك فرق بين موضوعين جوهريين أظن في هذه النقطة بالنسبة لاتفاقية منتفقية أمنية الغرض منها لأن البعض كان لا يريد يوافق عليه لدي بقي الأمريكي بالعراق حتى يكون صاحب قرار كان وجهة نظرنا يجب أن ننهي الوجود الأمريكي بالعراق وأصررنا وهذه فقرة أن حماية إضافة ديمقراطية نحن أصررنا على إضافته لأن كانت هناك كلام يدور حول احتمال قيام انقلاب عسكري ربما برعاية أمريكية للقضاء على التجربة الدمقراطية يريد أن نربط الإدارة الأمريكية ونجبرها خلال اتفاق واضح مكتوبة اتفاقية أن تحمي النظام الديمقراطي بمعنى لا تلجأ لنضغوط على الإدارة الأمريكية لكن فكرة الانقلاب العسكري أيضا استخدمت لموضوع المسائلة والعدالة وشطب الأسماء وكأنه أصبحت شماعة مسألة أنه سيصير انقلاب لازم نمرر فقرة المعينة مسائلة والعدالة أيضا هناك حديث عن انقلاب عسكري قودة رموز نظام سابق نحن لازم نسوي قانون مو شماعة صارت هو البعث بعيد عن التأمر كل منهج بعث هو التأمر البعث لا يمن بالديمقراطية الحرية منهج التأمر ولهذا يجب أن نحمي شعبنا هذه مو شماعة هذه خطورة حقيقية هناك إسناد لحزب البعث من دول مجاورة العراق للعودة الثانية للحياة السياسية ربما بثوب جديد فهناك تأمر هناك مشروع وهذا حقيقة واقعة نحن لا نخشى البعث مليون ومئتيان ألف شخص في قوى الأمن العراقي تسمح بانقلاب عسكري؟ أنا أصبح انقلاب عسكري غير وارد في البلد وتسريبات إعلامية غير وارد ووضع سياسي عراقي لا يسمح بالقلاب عني عندي نقطة نظام كما تعلمنا في البرلمان تقولين بعض السياسيين جوي على ظهر الدبابة العراقية هذا ما نقول العراقيين بالشارع نقول لكم لا جوي خلف الدبابة خلف الدبابة كفر كثير يعني يكون شجاع اللي يركب دبابة ويجي ويجي وراء ما صفت القوات الأمريكية الوضع بالرق وهذا مصطلح يجب أن نقشه اثنين أنا مع الأستاذ حيدر في موضوع أنه إحنا وضعنا هذه فقرة الحفاظ على الوضع الديمقراطي في العراق ونسمح للولايات بالتدخل لماذا تعترضون الآن في على هذا الموضوع من فقرة المقلك موجودة إذا اسمحيني أن نصبح أو يتحول القول أنا أؤمن بالديمقراطية عندما تكون أفكارك تتفق مع أفكاري هذا معنات قمة الدكتاتوري يجب أن نؤمن بالديمقراطية عندما حقيقة يكون رأيك أو الرأي هو الأفضل للعراق وأرجع إلى نقطة أخرى مهما حدث في الماضي نحن يجب أن لا نبقى أسيرين الماضي جاء على دبابة أمريكية وراء دبابة أمريكية القرار أمريكي القرار عربي القرار إيراني